الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول أنا عسكري أعمل حارسا في الجبل فهل يجوز لي أن أفطر في شهر رمضان ما كاش رخصة للإفطار في شهر رمضان بسبب أنك عسكري حاول تفهم ولا بسبب أنك جمهوركي ولا بسبب أنك شرطي ولا بسبب أنك تخدم في المخبزة سخونة ولا بسبب أنك رياضي لا لا الشريعة تقول السمع مليح هدأوا رحكم دخلوها في ريسانكم الشريعة تقول كل من يخشى على نفسه لهلاك جاز له الإفطار على السكري أو لا ماشي على السكري يا أخو يا واحد راهو يسكن على شواطع البيحار يسكن على شاطع البحر ولكنه مريض عاجز بشيصون يجوز له أن يفتر ماشي بسبب السخانة ما له هدك أنا على السكري ونعص في القارطة في رأس الجبل ما عنده أش معنى شوف هل أنت قادر على الصوم أو عاجز عن الصوم والعدس وش معنى أنت الضرر ما شيلت الخيال نبدأ نتخيل روحي باللي أني طالع للقارطة وسخانة ونهار كامل ونرفض الكلاش تقيل ومبعز زماء لا 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 أديك أنا أحياء ما رأسك شوف روحك صحيا بدنيا قادر أو عاجز الله يفكرنا في شهادة سقساتني إحدى الأخوات من بريطانيا قالت لي رأي مقبلة على امتحان في بريطانيا وهذاك الامتحان وقلت على الدكتورة أو الله أعلم أنا ناسي شوية المهم امتحان يعني عنده مستوى ويطح في رمضان هل يجوز لا تأكل لا يجوز لك مكاش رخصة بسبب أنك حجوزي الدكتورة ولا ماجستار ولا الباكالوريا مكاش كائن هذا القاعدة إذا خشيت على نفسك الهلاك جاز لك الإفطار وتقضي يوم مكانه هذا مكان فهمتي ولا مفهمتيش يا سبحان الله تروح للمنيعة الناس صايمة سخانة تعرف كيف والناس صايمة تروح لنيجيريا تروح لأونغولا تروح للمالي تروح للخاليج العربي تروح الجنوب بفريقيا تروح للمنيعة تروح لعني الصحراء الناس صايمة الناس صايمة على لأنه قادر على الصم ومن بعد يسقسك إنسان عايش في الشمال على شاطئ البحر أول هو يقول لك يا ودي لي شت الأرصاد الجوية وهم يقولوا بلي جيس خانة كارون سنك ديغري كارون سنك ديغري الله يهديك ويتوب عليك ويغفر لك لو كان تعرف قيمة رمضان كما يقول كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتمنيتم أن تكون السنة كلها رمضان كان الصحابة ملقوت ما يحبوا رمضان ملقوت ما يحب رمضان حب في قلبه كانوا كي تكون خمستاش شعبان يبدوا يصوموا ما يسنناش قعله لال حتى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا علاه لأن النبي كان يتكلم عادو كالصحابة ملقوت ما دا بيها رمضان الجيه طويلة طويلة بزا في شعبان وما يقدش يسنن حتى أول رمضان يشوف الهلال كانوا خمستاش شعبان خلاص أبدوا يصوموا ويلسقوا برمضان وما يفطرش حتى نهار العيد فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يقصد هذه الجماعة اللي كانت لسق شعبان في رمضان أما ليصوم شعبان وما يلسقش في رمضان ويفطر يعني نهار الشك وما يلسقش مع رمضان ولا يعتقد أنه من رمضان فهذا يصوم ولا شيء عليه ترجمة نانسي قنقر